أهلا بكم تابعيني ومشاهدين في كل مكان طبعا بالنسبة لأسعار الخضار النهاردة في سول عبور الأسعار يا جماع الله دايما الأسعار في تقلبات هنشوف أسعار البصل أسعار البطاطس الطماطم الخيار الكوسة الفلفل البتنجانات فتابع معي الفيديو علشان تعرف الأسعار أحد من تابعينا ده بمثالنا على أسعار اللمون علشان بس منساش اللمون فيه بداية من 12 جنيه لحد 20 جنيه من 12 لحد 20 جنيه حسب الجودة ده بالنسبة لللمون طبعا بشكركم على دعمكم للذات السابقة لا تنساش تعمل لايك الفيديو هيا متابعة جديد اشترك في القناة علشان يصلك كل جديد بالنسبة طبعا لأسعار الخضار النهاردة في سول عبور طبعا أسعار البطاطس هجماعة حسب نوحها يعني فيه بطاطس تبدأ من 13 جنيه لحد 13 جنيه ونص إنما الكارة والسبنتات طبعا الكارة فيها 15-15 ونص ولحد 16 جنيه السبنتات جماعة فيها طبعا لحد 17 جنيه فيها لحد 17 جنيه طبعا فيه بطاطس أقل الجودة يعتبر فرز تمام فيه لحد 9 جنيه حسب الجودة الأسعار كلها في سول عبورة جماعة كل صنف حسب جودته وحسب كمية العرض والطلب اللي موجودة بالنسبة لأسعار الكوسة فيه طبعا كوسة من 9 جنيه لحد 10 جنيه و11 جنيه حسب الجودة طبعا لو حجمها كبير شويس بتقل طبعا فيه السعر أسعار الخيار طبعا الخيار فيه خيار يبدأ معك من 10 جنيه لحد 15 جنيه من 10 جنيه لحد 15 جنيه الأسعار طبعا النهاردة في سول عبور يعتبر مهدية شوية الحركة النهاردة في سول عبور الأسعار مهدية جماعة شوية بالنسبة لأسعار الفلفل طبعا فيه فلفل معك يبدأ فيه من 4 جنيه لحد 8 جنيه وتسعة جنيه المخدت فيه لحد 7 جنيه البتنجان المخدت فيه لحد 7 جنيه البتنجان الرومة جماعة فيه بداية من 3 جنيه و 4 جنيه لحد 6 جنيه لحد 6 جنيه البتنجان العروس برضو كذلك الامر فيه من اربعة لحد ستة البتنجان الابدة جماعة فيه برضو لحد ستة جنيه كانت اسعارهم طبعا كلهم ارتفع ولكن ابتدت الام دي اسعار البتنجانات تهدي بالنسبة بقى لأسعار البصل في سول عبور البصل يا جماعة طبعا يعني درجات وانواع تمام يعني اعلى سعر النهاردة في البصل اللي هو البصل الكشر الفارجة البصل الصورة طبعا فيه يعني معاك لحد تمانية ونص معاك لحد تمانية جنيه ونص بقى تجربتوا لتسع جنيه ولكن هو تنفيذ تمانية جنيه تمانية ونص البصل الاحمر فيه لحد ستة جنيه ستة ونص البصل الاحمر فيه لحد ستة جنيه ستة ونص البصل الابدة يا جماعة طبعا فيه لحد سبعة جنيه طيب احنا بنقول لحد سبعة لحد تمانية ونص اقل حاجة في البصل فيه لحد اربعة جنيه اربعة جنيه ونص حسب الجودة جماعة حسب بالجودة وطبعا الزرع هو اللي بيبيع نفسه جودته حلوة بيتباح طبعا بالسعر اللي انت عايزه بالنسبة لأسعار التوم فيه توم يبدأ من اربعين لحد خمسة واربعين جنيه خمسين جنيه أسعار التوم طبعا مستقرة بقالها فترة بشكركم على المشاهدة طبعا فيه فيديوهات هتلاقيها زهرة قدامك اهيه مهمة جدا لو حاب تستفاد طبعا بطرق الزراعة في مصر هتفيدك جدا ان شاء الله لقاءت مع المزارعين وفيديوهات جميلة جدا هتستفاد منها شكرا لكم ان ستشارك الفيديو اعمل لايك اشترك في القناة علشان يصلك كل جديد معلش كرتهانسة اسعار الطماطم الطماطم يا جماعة النهار ده في سوق العبور طبعا بالعداية وزن العداية فيه عدات من 18 ل 20 كيلو فعديات 25 كيلو 27 كيلو طبعا النهار ده جماعة معك فيه طماطم تبدأ من 70 جنيه لحد 140 جنيه لحد 140 جنيه لعدات الكبيرة طبعا ممكن سعرها يوصل لحد 160 270 جنيه حسب الجودة بتاعة الزرع جماعة